لا تزال زوبعة الانتقادات الحادة الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا تزداد وطيرتها أكثر فأكثر وخصوصا في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يرى مثل غيره عدم صوابية القرار المفاجئ ورغم رمزيته أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده جمهوريون أيد تشريعا غير ملزم يختلف مع الرئيس ترامب حيث يرى المجلس أن الجماعات المتشددة في سوريا وأفغانستان ما زالت تشكل تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة كما لم يغفر التشريع حقيقة مرة لواشنطن تؤكد أن انسحابها السريع يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا ستشغله بحسب بعض المراقبين عدوتها اللدودتان إيران وروسيا ومع دفاع الرئيس الأمريكي بالمقابل عن قراره وتأكيده جدواه لا تبدو الأمور تسير في صالحه مع الهجمات المتفرقة التي يشنها تنظيم الدولة في سوريا والخسائر في صفوف القوات الأمريكية مؤخرا وحلفائها من ميليشيات سوريا الديمقراطية في منبج يقابلها خطوات أمريكية باستقدام تعزيزات عسكرية لقاعدة خراب عشق أهم قاعدة أمريكية في سوريا والتي تثير شكوكا توحي بتراجع ترامب عن قراره أو عدم جديته في ذلك القرار الذي أربك المشهد في سوريا لا سيما مع دولة حليفة لأمريكا مثل تركيا التي لم تحسن معها مصير المنطقة الآمنة في الشمال السوري والتي طال الحديث عنها ويتوقع أن تتحول لمنطقة أمنية عبر اتفاق أدنى مع سوريا لممانعة واشنطن دخول تركيا بغطاء جوي قد يهدد وجود ميليشيا سوريا الديمقراطية ويبقى توقيت الانسحاب الأمريكي أو شكله أو التفاهمات التي ستبنى عليه مجهولة لكنها ستؤثر بطبيعة الحال على المنطقة وتزيد اجتعالها في الوقت الذي لا يزال ترامب يقيس الأمور من منظوره كتاجر ومقامر لا يحب الخسارة